أزمة كورونا أثرت على مواضيع كثيرة وقطاعات كثيرة واحد من هالمواضيع هو مختبرات أطفال الأنابيب والإخصاب لأنه توقف فيها الحمل نتيجة جائحة كورونا حول العالم والآن رح ندخل لجوبة المختبر ونشوف شو عم بيصير بها المختبرات مع ضيفنا السيد مأمون بنات أخصائي بالإخصاب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا مأمون ونحن دايماً نستضيف أطباء بيحكوا عن أطفال الأنابيب ولكن أول مرة نستضيف أخصائي من المختبر جوا أخصائي الأجنة اللي بيشتغل بالتفاصيل كلها أهلا وسهلا فيك معنا أهلا فيك قبل ما نحكي على تأثير أزمة كورونا على هالمراكز حول العالم وبالأردن كمان بحب أعرف منك تفاصيل أكتر عن مراكز أطفال الأنابيب والإخصاب بدايةً أحب أشكرك جداً على استضافتي في برنامجكم أهلا وسهلا هذا شيء يشعر في كتير كبير إلينا أكون أول أخصائي جداً ممكن يشارك معكم في البرنامج أحب أشكر زوجتي ولاء المفلح أنه كان جزء في ترتيب هاي المقابلة بالنسبة للتقنيات المستخدمة أو مختبرات أطفال الأنابيب احنا كنا بنتذكر الدكتور راح الدكتور زيد الكيلاني اللي أدخل تقنيات أطفال الأنابيب على الأردن مش بس على الأردن على الشرق الأوسط إجمالاً والتقنية هاي بتساعد الكوبلز أو الأزواج اللي عندهم مشاكل في الخصوبة إنهم يحملوا عن طريق إشي بنسميه أطفال الأنابيب المختبرات بشكل عام هي بتقوم بأخذ العين من الزوج سواء كانت سائل منوي أو عينات أخرى ممكن استخلصة من الخصية وتنشيط النطف المنوية وأخذ النطف المنوية الممتازة لإستخدامها بعد هيك في عملية الحاق للبويضات بتدخل الزوجة اللي عندنا على المختبرات أطفال أبيبع وعلى غرفة العمليات وبيتم سحب البويضات وبيتم إحنا كأخصينا جلنا العناية بهاي البيضات تنظيفها من الخلايا الأخرى اللي ملاسقة فيها وبعدين بيتم حقنها في توقيت محدد وبعدين تاني يوم نبدأ نراقب تطورها وانقساماتها وممكن بعد هيك يكون عندها عملية إرجاع في اليوم الثالث من تكوين الجنين أو في اليوم الخامس وطبعا فيه تقنيات مضافة إليها زي اللي بيحبوا يدرسوا صحة سلامة الجنين سواء كان في اليوم الثالث بيتم أخذ خزعة أو في اليوم الخامس بيتم أخذ خزعة وفيه تقنية طبعا اللي هي تجميد الأجنة فهذه بشكل عام تقريبا كل التقنيات اللي إحنا نستخدمها في مختبرات أطفال الأبيب نعم طيب هلأ أخمأمون لما صارت أزمة كورونا وتوقف العمل بهالمختبرات حول العالم وغاب الأردن يعني أكيد فيه ناس كانوا بمرحلة بدهم يرجعوا يرجعوا لهم الجنين فيه ستات كانوا بنصر الطريق يعني مع حظر التجول مع منع الدخول المستشفيات أكيد صار فيه إعاقات يعني معيقات عفوا فحكي لي أكتر كيف صار الوضع طبعا زي ما أنت عارفها جائحة كورونا يعني أثرت على كتير قطاعات ما بنقدر نستثني منها القطاع الطبي وخصوصا طبعا إحنا القطاع أطفال الأنابيب فكان أول شيء التوجه أنه هلأطفال الأنابيب هي عملية إختيارية ولا هي تستدعي أنه لا لازم نتابعها توجه العام العالمي أنه لا هي عبارة عن مرض زيها زي أي مرض تاني لكن هنا تختلف أنه في منها شيء اسمه أيرجنت طارة وفي شيء نانا أيرجنت ممكن ننتظر عليهم فالأيرجنت ممكن نختصرهم بشيء بسيط اللي هم لا صمح الله مثلا مرضى السرطان اللي عندها أو اللي عنده حابب يجمد المطف المنوية وحابب تجمد البويضات قبل ما تمور مثلا على الكيموثيرابي أو الراديوثيرابي لتأثيرها السلبي على النطاف أو على البويضات على الخلايا بشكل عام فهدول نعتبرهم أيرجنت لازم نجمد لهم لأنه ما عندهم فرصة بعد هيك مع أنه في كتير مراكز أصلا تتعامل مع مرضى السرطان صارت تحكي لهم أنه راح نأجلكم الكيموثيرابي لأن آست موضوع أنه الإصابة بفيروس كورونا ولا أنه نعرض المريض يعني أنه الفيروس كورونا ويجي يتعالج فكان الريكمنديشن هو لا استنوا في بيوتكم أسبوع أو أشهر حسب الحلاب نعم تمام فطبعا أثرت بشكل كبير على قطاع أطفال الأنابيب كانت الريكمنديشن أو التوصيات العالمية سواء كانت الأمريكية أو الأوروبية أو الميدل إيست وحتى آسيا أنه ممنوع أو مش ممنوع يعني يفضل أنه عدم استقبال أي حالات جديدة يعني الحالات اللي عندك الآن خليها موجودة وما تستقبل حالات جديدة الحالات اللي شغال أنت عليها الآن يفضل أنه ما ترجع الأجنة للرحم لكن أنك تعملها عملية تجميد هذه كانت الريكمنديشن والمرضى اللي حابت استقبلهم اللي هم المرضى اللي عندهم زي ما حكينا سواء كان مثلا عمر الزوجة كبير العمر متقدم في السن أو أنه كان عندهم مرض يستدعي أنه التدخل في الوقت الحالي وبدأت الريكمنديشن والتوصيات هذه تخف شوي شوي حسب المعطيات والمعلومات اللي عم توصلنا عن فيروس كورونا وهل هو موجود مثلا في السائل المنوي هل هو موجود في الجهاز التناسل الأنثوي وكانت أول شيء مثلا خلني حكي على سبيل المثال السيمن السائل المنوي كان يحكي لا ما فيروس كورونا لكن بشهر خمسة وجدوا أنه هناك في بقايا من فيروس كورونا موجودة في السائل المنوي فهل رح يتأثر كيف كان تأثيرها على الجنين كيف تأثير الأم لو كانت مصابة على الجنين هذه التدعيات كلية لأن نعرف أن الزوجة أو الأم لو صيبت بكورونا فيروس أحد الأعراض لدرجة الحرارة العالية والفيفر طبعا شيء سيء جدا على الجنين ممكن يكون له مضاعفات كثير جانبية نعم نعم طيب هلأ رجعت المختبرات تدريجيا نعم شو الإجراءات اللي عم بتكون موجودة يعني كيف عم تتعاملوا مع الحالات؟ أنت سؤال لك زد مهم الآن المختبرات كلها كلها عم تتبع التعليمات والتوصيات العالمية وإجمالا كانت اللي هي أذا بدك تستقبل حالات لازم يكون فيه تباعد نعم مش بس سوشيال ديستنسنج يعني لو بده يجيك أنت في اليوم كان زمان عشر مرضى لعندك تستقبل خمس مرضى حتى في مختبرات أطفال أنابيب كأخصائيين أجنة صار أنه العمل يعملوا ثو جروبز مثلا لو أنت عندك ست أخصائيين أجنة تقسمهم على أسبوعين أسبوعين ثلاثة حشتغلوا أسبوعين وبعد ذلك يروحوا يعدوا في البيت يعزلوا نفسهم ويحاولوا ما يختلطوا مع الناس تانيا وبعد ذلك يأتي الأسبوعين تانيا هما ثلاث أخصائيين جنة تانيا فكانت كلياتها نفس الركوم بالنسبة لنا في مختبرات أطفال أنابيب برضو صار الواحد مش بس يكتفي بلبس الفيشل ماسك على الوجه لا صار يلبس اللي هو البي بي بي بسموها بيرشنال بروتكتيف اكوپمنت اللي هو القاون الفوق لبس العمليات الماسك وغطاء الوجه والغلاوز طبعا فهاي كانت كلياتها التعليمات بالنسبة لمختبرات أطفال النبيب طيب مرأ عليك حالات إنه من ناس تضرروا نتيجة هذا التوقف طبعا كان هناك في حالات كتير تضررت يعني الناس اللي كانوا بديين في البرنامج واللي كانوا بدي مثلا سحبوا بويضات وبدوا تلقيح يعني كان عليها أثر خلين نفسي ومعنوي على الكوپلز في ناس اللي اتضرروا خلين نحكي اللي كان محوج مبلغ وبدو يصرفوا على عملية أطفال النبيب اللي هي بتكلف حوالي من 2000-3000 دينار أردني ومع وجود الحظر وعدم السماح بالتجول والإغلاق المحال المبلغ هذا صرفوا في هاي الأشهر على بيته وعلى حاله فطبعا كان فيه الأثار بالإضافة طبعا السياح العلاجية كتير تأثرت بإغلاق المطارات فيه ناس كانوا موجودين في الأردن مثلا للعلاج وبعدين علقوا في البلد أو فيه ناس كانوا في الخارج وما قدروا يرجعوا فكتير فيه أمور وناس تضرروا وهون بحب أذكر أنه الدور كان المراكز أطفال النبيب جدا مهم حتى لو كانت جزئيا مغلقة لكن فيه دور كتير كان كبير لدعم الكابلز والأزواج اللي بيمروا في هذه المرحلة ويعطوهم زي ما زميلة اللي قبلي تفضلت الأستاذة سناء دعم الأزواج نفسيا ويعطاهم النصائح حتى يعني تساعدهم يتعدوا هذه المرحلة اللي بيمروا فيها أكيد كان كتير رح يساعد بتحس إنه الكابلز كونسلينج أو الإرشاد للأزواج بمراكز الأخصاب ضروري يكون موجود؟ أكيد بالطبع يعني هذا جزء كتير مهم النفسية تاعت الزوجة كتير ناس بيعرفوا أنها بتلعب دور كتير مهم في انتظام خليل نحكي الدورة الهورمونية تاعتها والبرنامج الهورموني فأكيد كتير إشي مهم في الأردن خليل نحكي يعني الموضوع بدأ يظهر لهو استشاريين اللاقات الزوجية ومنتمنى إن شاء الله في المستوى اللي يصير يعني كل مركز أطفال النبيب عنده فرتليتي كونسلور بيقوم بهذا الدور تحديدا وما يقوم فيه ناس تانيين لأن بالدور اختصاص وبيدو ناس يكونوا يعرفوا يسألوا الأسئلة اللي هي زميلة كوعة الوجع ويعرفوا يتعاملوا مع الحالات نعم نعم يعني كيف كل موضوع هو عالم لحاله وما حدا كان عارف إنه قديش فيه أزواج تأثروا ونضروا ونقزوا من لأنهم عم بيستنوا أطفال النبيب بدأ يرجعنا موضوع أكتر عام قديش بتلاقي فيه إقبال على المراكز الإخصاب لتجميد البويضات أو تجميد الحيوانات المنوية يعني فيه وعي وعم بيروح الناس بيجمدوا تمام سؤال برضو كتير مهم جمالا كان الناس ما يعرفوا إنه موضوع تجميد البويضات أو تجميد الأجنة أو المطف المنوية العلم كتير عم بيتطور في موضوع التجميد زمان كان فيه تقنيات ممكن خلل نحكي نسبة النجاح التجميد تحتها قليل لكن ما تقدم العلم صارت هاي النسبة تعلي ومع تقدم الثقافة العامة لدى الناس والمجتمع صار يعرف إنه إذا بده يعمل أي عملية أو بده يكون عنده أي مشاكل في فحص السائل المنوي أو عندها مثلاً عم تتقدم في العمر وما عم مثلاً ما تزوجت وحابة تجميد البويضات كل هاي الأمور بدت الناس تفهمها وصارت تقبل عليها فإحنا أي واحد بده الآن يمر في موضوع الكيموثيرابي أو راديوثيرابي بالدكتور تعالي على طول رح ينصحه جمد نطاف المنوية ونفس الشيء طيب بعد تأخر سن الزواج وداماً يعني الأطباء أو أخصائيين بتعرفوا أنه بتغير يعني نوعية البويضات صحيح بأي سن مثلاً إذا الصبية ما تجوزت تلجأ أو تفكر إنها تجمد البويضات خلينا نحكي إنه هو سن 35 سنة بعد عمر سن 35 سنة ما بنحكي إنه ما تجمد لا تجمد لكن هي الإيكواليتي تاعة البويضات بتبدأ شوي تضعف خلينا نحكي الجينتك المادة الجينية في البويضات يعني مثلاً اللي عمرها 37-38 اللي ما بتعمل مثلاً أطفال أنا بيكون أو حمل طبيعي بيكون عند احتمالية الإصابة للطفل تاعها بداون سندروم وتلازم الدون أعلى بقليل لو كانت هي عمرها أقل من 35 فطبعاً العمر كتير بلعب دور بالنسبة للزوجة بالنسبة للرجل طالما في عنده نطاف منوية بقدر يجمد إلى يعني العمر شو ما تفرق على نوعيتها كمان بعد تقدم العمر؟ خلينا بالتقدم العمر ممكن تفرق في الإيكواليتي من ناحية الجينات ممكن برضو تأثر التشوهة تاعة النطاف المنوية على الإيكواليتي تاعة النطاف المنوية ما تقدم العمر تؤثر على النطف المنوية الصحة العامة بشكل عام لو يدخن، لو يمارس الأكل مش صحي بمارس حياة غير صحية كل هذه تؤثر على زيادة الوزن وزيادة الوزن طبعا من أهم المضاعفات لها أو السكر والضغط الأمراض هذه كل هذه تؤثر على النطف المنوية كان عنا سؤال قبل ما يبدأ كان ست عم تسأل إنه إسا في حالة مثلا شالة الرحم وهي حابة إنها يعني لست عندها بويضات وبدها مثلا إنها يكون عندها أطفال كيف ممكن نتعامل بهاي الحالة؟ طمم في الأردن أو في الدول العربية والإسلامية إحنا ما عنا إشي اسمه سرقة ماذر اللي هي الأم اللي ممكن تحمل في أجنة ناس غيرها يسموه زي استئجار الرحم استئجار الرحم بالزبط فإحنا هاي الأشياء مش موجودة عنا في العالم العربي أو الإسلام خلنا نحكي بشكل عام موجودة في دول الغربية أنه ممكن واحد يستئجر رحم واحدة بالاتفاق معها وفيه كونسنت فورم أوراق عنا غير قانوني؟ غير قانوني لأنه يعني فيه شوية يمكن تداعيات واختلافات مع يعني الموضوع بده كتير تصريح وبده كتير فتاة خلنا نحكي للقوانين يعني فيها كتير بتتماشى مع موضوع الفتاة والدينية في الدول العربية والإسلامية إجمالا عشان هيك ما بنسمع فيها كتير بعالمنا يعني بنسمع برّة إنه حملت و... في دول عربية دون ذكر اسمها ممكن الأخت تحمل أختها لكن يعني برضه في عليها خلنا نحكي كومليكيشنز بدك يكون عندك كونسنت فورم توقع لأنه فيه لها مشاكل مستقبلية لو مثلاً اللي حملت في البيبي حكت أنا حاب أحتفظ فيه أو مثلاً حملت بعد هيك وإبنها اللي حملت فيها حاب يتزوج من البنت اللي هي حملت فيها فيه لها كتير تداعيات ولازم يعني يندرس الموضوع يعني لازم دائماً يكون في وراء قانوني أنا أصلي مثلاً مستعيلي اتفقوا بين بعض إنه مثلاً أنا أختي مثلاً وبدأت حمل عني اتفقوا هلأ بصير هيك صحيح في حالة يعني من أولى الحالات خلاني نحكي في كانت توقع في أستراليا إنه الأم حملت فيه جنين بنتها يعني البنت قالت له أمها معلش تحميله في ابني وبعدين الأم حكي حكت له تمام وبس ولدت قالت لنا حاب أحتفظ في الولد وصار الولد هو أخو أمه يعني صح 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 بدأ أشياء قانونية بدأ دراسة شوي قانونية أستاذ مأمون بنات أخصائي علوم الأجنة شكراً للمعلومات القيمة والجميلة كتير عطيتنا شكراً للمشاهدة الله يعافيكم شكراً